زي ما قلت لحضراتكم برضو مبارح اتكلمنا في شيء مهم جدا قلت لكم مبارح كان من المفترض ان احنا نرى جدوى للدور العام كاملا مبارح نزل المباراة واحدة او نزل اسبوع واحد فقط الجولة الاولى فقط اللي كانت نزلت بعد الفجر او بعد الحمد لله والشكر لله زي ما قلت لحضراتكم دايما احنا لما بنيجي نتكلم ما بنتكلمش لمجرد ان احنا يعني عايزين ننتقد وخلاص ابدا انا فاندا لكن قد ايه الناس مبسوطة من كل اعضاء الرابطة قد ايه الناس سعيدة يا سيادة النقب احمد دياب الحقيقة بوجه له هذا الكلام النقب احمد دياب يبقى كل اعضاء الرابطة وكل المسؤولين فيها الناس مبسوطة لانه انا دلوقتي هقدر ارتب نفسي يعني انا النهاردة شايف مشجعين اهلوية من اللي هما المشجعين اللي هما يعني حياتهم كلها الاهلي عاملين ايه كاتبين على الفيسبوك على التايم لاين عندهم او على الفيسبوك هناك عندهم كاتبين ايه كاتبين ان هما مبسوطين هيرجعوا تاني يحطوا على النتيجة موعد مباراة النادي الاهلي عندنا عندنا جدول كامل يا جماعة عندنا جدول ان المباراة هتبتدي من 18 اكتوبر هتنتهي يوم كذا كلنا شكرا يا فندم شكرا لكل اعضاء ربطة الاندية زي ما بننتقد زي ما بنقول شكرا هو ده اللي احنا منتظرينه هو ده اللي احنا عايزينه احنا ما بنجي نتكلم في حاجة يا فندم او بننتقد في حاجة احنا ما بننتقدش علشان يبقى طالعين ننتقد وخلاص لا احنا طالعين يا فندم بننتقد علشان الفرحة اللي احنا شايفينها الكلام اللي حضراتكم عاملينه ده عين العقل الكلام اللي حضراتكم عاملينه ده حاجة محترمة جدا جدا جولة الاولى الله 3-4-5 هتتلعب الجولة الاولى اللي بعده جولة تانية لو موجودة شغالة ولا لسه طيب جولة تانية هي مش مسدق والله الحد 23 الاثنين 24 السبت 5 نوفمبر الحد 6 نوفمبر دي المباريات هتلعب على 3 على 4 أيام دي الجولة التالتة قلنا الجولة التانية ودي الجولة التالتة مش مهم بقى يا جباعة أنا حتى لو قلت حاجة غلط مش مهم أنا بس بوري الناس نحنا عندنا جدول حطولي هاتولي جدول هاتولي الجولة الأخيرة لو ينفع يا شباب جولة الأخيرة على طول تخيل حضرتك أن أنا وأنا واقف بتكلم معاك تخيل أنا واقف بتكلم معاك بقولك في مصر آه في مصر بقولك أن احنا بدأنا 18 أكتوبر وحننهي الجولة ده لسه في جولات أخرى ولكن عشان أفريقيا دي الجولة 29 حقدر أقولك أنه يا جماعة وصلنا للجولة 29 عشان حسم الهبوط بس فحاجة محترمة جدا دي الجولة 29 علشان برضو الناس عامل حسابها أن الجولات الأخيرة فيها خنقة الهبوط زي أبقى حضراتكم عارفين فيازم تتلعب في وقت واحد وعشان القيل والقل يعني فالحقيقة تحية كبيرة جدا 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 لرابطة الأندية جولة 29 أنا وقف مع حضراتكم أنا رجل مزيع مصري في قناة الأهلي ووقف معاكم بقولكوا أن احنا الجولة 29 حنلعبها يوم السبت 6 مايو والحد 7 مايو وال2 8 مايو وال3 5 مايو بالملاعب بالتوقيتات يعني أي نادي الأهلي حيلعب أمبي يوم الـ 2 8 مايو الساعة 8 مساء في استاد السلام حاجة حلوة جدا كلنا سعداء كلنا مبسوطين شكرا لكل أعضاء رابطة الأندية يعني ناس هتقول لي إيه هل أنت وصل بك الحال أن أنت تقول للناس على وجبها شكرا آه يا فندم ما هو زي ما بننتقد لازم نطلع نقول للناس شكرا لازم نطلع نقول للناس أنتوا عملتوا حاجة كويسة فهم عملوا حاجة كويسة حاجة عامل حسين اللي الناس بتنتقدوا أو في البعض بيحاول ينتقدوا بشدة وعلى فكر الرجل ما عندوش مشكلة لكن أهو عمل حاجة بيقدم الدوري لعامل مصري لأول مرة زي ما الكابتن عادل طاعمة كان معايا مبارح وقال لأول مرة من 2004-2005 أنا يعني مش مدقق في هذه الأمر ولكن في هذا الأمر ولكن بنعنا على كلام الكابتن عادل مبارح قال لي كابتن عادل طاعمة قال لي من 2004-2005 من الكابتن عصام عب منعم لغاية دلوقتي لم يتم هذا الأمر وبالتالي حضرتك احنا مبسوطين جدا 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 باللي احنا بنشوفه